السلام عليكم معكم سيد مني فهذا الحلقة أن تعلموا كيف يشنخدموا بالفلاش على بركة الله قبل ما نبدأ أريد أن أقول لكم واحد لحاجة مهمة أي واحد دخل لهذا الفيديو واستفد وعجبه الحل يدير لايك ويبرتاجها مع أصحابه كيف ما تنعرفه الفلاش راته هو ضو يعني أي واحد يمكننا يخدم بيك بحالة يخدم بالضو يعني ما نصعبوش عندنا القضية ويسحبنا بأنه راسعيب بينما الفلاش راته سهل كيف ما تتعامل مع الضو راتتتعامل مع الفلاش فلاش ضو واللي مياه كونتيني ضو والبولة ديال أي سورة دليمياه راته يعني كاملين تنجمعهم تلقون ضو واحد بقى الاختلاف هو كيفاش تستعملوا باش يعطيك نتيجة مزيانة أهم حاجة اللي اللي تنعرفو حنايا هو بأن بزاب ديالناس يشوفوا فلاش صغير كي بحال هذا اللي تنسميه كوبرا والفلاشات الأخرين ديالستوديو اللي تيكونوا كبار يعني تيكونوا هات جوج كل واحد تيقول لك واش نخدم بهذاك الكبير ولا بهذاك الصغير ولا هذا يعني را الفرق بيناتهم كاملين بجوجهم را فلاشات ولكن الفرق بيناتهم في حاجة وحدة هو الجهد ديالهم مثلا هذا ضعيف والاخور مجهد باش توصل النيفو ديال فلاش واحد بحالكك خسك ستا من هذا صغير ولا ربعة ولا أعلى حساب شنو بغي تخدم هذك العوامل اللي تتحكم في الرقلاج لابرأي راتا هما نفسهم تتحكمو في الرقلاج ديال الفلاش هاذ العوامل الخمسة لابرتر يعني لوفيرتور ديالك شوتر سبيد سرعة الغالق تالت حاجة الباور ديال الفلاش يعني الجهد ديال الفلاش رابعة حاجة البواد دياله على الابجي يعني لديستانس بين الفلاش و الابجي يعني واش بعيد واش قريب واش هادي وخامس حاجة هي الإيزو أول حاجة هي الأبرتر الأبرتر هو الديافراجم الديافراجم هي الفتحة ديال العدسة يعني هي هاد الفتحة اللي تنشوفه واش محلولة ولا مسدودة يعني شحالما تحلات شحالما تدخل الضو شحالما تسدات شحالما تنقص الضو كذلك في الفلاش يعني شحالما حلينا الفتحة شحالما تتخلي بزيف ديال الضو يدخل الضوح يعني شحالما حلينا الفتحة شحالما درنا الإيزو حلينا شحالما كمية ديال الضو تدخل يعني هو يتييخلي الضوح بزيف أنا ردير مبرونشي واحد الفلاش وحاطة اللى بل كروش نواليكم هاد القهدي مع تلك القادية مثلاً كيفما تشوفو عندي هنا، هنا دير دو الصن في الإيزون، دير في الفيتاس مية وخمسة وعشرين، وبادي بـ F-Wid. هنا ما نقص تحاجة، نقص غيل لو فيرتويل، وتشوفو كيفاش تتحكم فيها، مثلاً هنا درت ثمانية، شوفو دابا كيفاش اعطارني، يعني تقدر بالنسبة لشي وحدين يقول لك مضوية ولا مضلمة، مثلاً، أنزيد واحد ستيب، أنهبط، مثلاً، أندير 5 سيس، أندير ستيب واحد يعني 5.6، أنشوف كيفاش اعطارني، أنزيد الكاط، أنتم ما تشوفو شحال ما هبط، شحال ما زد في الفتحة حليتها، شحال ما كمية الضو تدخل كتر، يعني أنتم ما تشوفو، يعني شوف كيف دابا مضوية كتر، مثلاً أو ثانياً مينا نحل، مثلاً دويت، شوفو كيفاش وصلت، يعني وهنا ما زال ما قاست حاجة، يعني حاجة وحدة هي الجهد، هي الوفيرتور، يعني هي كمية دي الضو اللي تدخل، مثلاً، أندير 14، شوفو دابا نسد الفتحة، شوف دابا الضو كيفاش تدخل دخل، أنزيد نسد، وتشوفو شحال دخل، فهذا القديم، أنتم تشوفو هكا، يعني تتعرفوا بأنه، يعني الفلاش، شحال ما حليت ليه الفتحة بزاف، شحال ما تنخلي ليه الضو يدخل بزاف، هادي الإكس بوزيسيون، نقولو كوريكت، مثلاً، نديرو إحنا إفويد، باش تنعرفة واش مضوية بزاف ولا هادا، هنا كيين واحد لعيبة، تتعطيني واش مشوط ولا لا، هنا باين ليه بزاف دي الضو، ولكن بالنسبة للميطال، أنا بالنسبة لياه كافية، حيث ما ديري لا ديفيزر لوالو، يعني دير الدو ديريكت، مثلاً، هنا را دير كوبرا كيب حالاكا، كيب حالا دا، ملصقو في ستاند كيب حالاكا، ودير ليه تريقل في الكاميرا، وتضرب، مثلاً، مين أنشوف دابا هنا، مثلاً، أنديرو إفويد، أنصور كيب حالاكا، هنمشي الدو ويد، هتشوفوا كيفاش تزاد الدو، هنمشي السيز، هتشوفوا كيفاش تضل، مثلاً، أنتوما السيز، هاي هذي السيز، هذي الدو ويد، وهذي إفويد، أنتوما تتشوفوا الفرق بين هاتو، يعني شحال ما زدنا في الفتحة، شحال ما الضغط يدخل كتر، في هاد الحلقة تعرفنا على لو فيرتويل وكيف الشي يتحكم في الفلاش، إن شاء الله تتما في الحلقة الجاية، السلام عليكم.